كابوتشينو تنظر اليوم في هذه القضية كما قلنا ما يعرف بالغرفة السوداء وانطلقت القضية اثر تولي قاضي التحقيق بالقدم القضائي لمكافحة الارهاب حجز وثائق داخل احد مكاتب وزارة الداخلية منذ اربع سنوات تأذن النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في شأنها ومع تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باريانا بالملف تولى اصدار بطاقات اداع بالسجن في حق اربعة اتفاقات اصدارت امنية سابقة من بينهم مدير عام سابق للمصارحة مختصة في وزارة الداخلية ومدير مركزي سابق لمكافحة الارهاب وغيرها وبحالة الملف على انظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستنف بتونس قررت حفظة تهم في حق وزير داخلية الاسبق شام الفورتي وحالة باقي المتهمين بين موقفين ومنهم بحالة صراحة الانظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية باريانا لمحاكمتهم من اجل ما نصيب اليهم في كل حالات سنتابع هذا الموضوع نمشي الى دافوس في دافوس اللي قاعدين لاحظوا ان رئيس الحكومة احمد الحشاني اللي تقابل مع مديرة الصندوق النقد الدولي واللي حكاوا مع بعضهم في عديد النقاط ونشوفوا شون الاتقال بالضبط هما جاء في هذا اللقاء في اطار مشاركة رئيس الحكومة في الدورة 54 لمنتدى الاقتصاد العالمي دافوس وكان على رأسهم معناه كما قلنا هو ومع وزيرة المالية كان احمد الحشاني اتقابل معناه على هامش المتدى مع مدير صندوق النقد الدول كما قلنا كريستالينا جورجيفا حيث تم تطرق الى مصار التعاون المالي والفني مع الصندوق واكد رئيس الحكومة ان تونس اوفت بجميع تعاهداتها المالية الخارجية بعنوان 23 مواضحا ان بلادنا لن تتأخر عن تزديد ديونها الخارجية بعنوان 24 من ناحية اخرى استعرض رئيس الحكومة المجهودات اللي تبذلها الدولة التونسية في مختلف المجالات ولي ادت الى تحسن عديد من مواشرات الاقتصادية والمالية برغم من تحديات الكبرى اللي تواجهها بلادنا مؤكدا ان تونس ماضية في مصار الاصلاحات التي تستجيب لانتظاراتها شعب تونسي ولمتطالبات الاقتصاد الوطني وسلم الاجتماعي ومن ناحيتها اعتبرت كريستالينا جورجيفا ان تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتاج ايجابية على مستوى الاقتصادي والمالي بالرغم من الصعوبات التي تواجهها والناتجة اساسا عن عوامل خارجية وموضحة ان السياسة العامة للصندوق لا تعتمد على الاملاءات وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة نعب عن فتاحها على كل مقترحات في اطار التعاون مع بلادنا الحقيقة بين الكلام اللي قاعد يتقال هدايا بين زوز مؤسسات بين دولة تونسية وبين هذا الصندوق معناها ما معنات اللي نسمع فيه سياسيا والرأي السياسي الوطني تجاه هذا الصندوق واللي هو على رأسهم رئيس الجمهورية الرافض التعامل مع هذا الملف والرافض لهذه الاملاءات وبين انه يتلقى معه رئيس الحكم ويحكي ويحكيوا على اصلاحات كان اشار لهم صندوق النقد الدولي واللي حكى لهم واللي شايفيها ضمنيا ما عدا بعض النقاط وغيره هي سامحونا فهمونا معنا احنا وي باكي تقابل معها شمعانه علش ما نمشي في صندوق النقد الدولي باكي علش تونس اليوم تعاوت تتقابل معها فهمونا قولونا اسكو سنتعامل مع هذا الصندوق ام لا باش فما السياسية سنتعنا واضحة وان لا لا تجاه هذا الصندوق لانه من غير المعقول وش نقضها كيف في المهموتة بكل صراحة التقى ايضا رئيس الحكومة الامين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية وين تم التطارق الى فرص الاقتصادية المثمرة اللي يوفر هذا الفضاء الاقتصادي لدول المنطقة والدور المحوري الذي يمكن ان تلعب تونس كفاعل اساسي في خلق القيمة المضافة في مجالات حيوية وكان لرئيس الحكومة لقاء مع رئيس الوفدة السعودية المشارك في قمة دابوس وزير الخارجية الامير فيسر بن فرحان ومثل اللقاء فرصة التأكيد على المستوى المتميز للعلاقة الثنائية قابل ايضا مع رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق هذا بنسبة النهار لونهار ثاني ايضا شفنا وانوزادة كانت عنده لقاءات كان عنده حضور بمشاركة في حلقة نقاش حول تواجهات العملية في اطار منطقة تجارة الحرر القرية زلكاف بحضور رؤساء وحود الدول الافريقية ومثل عديد المؤسسات والشركات الدولية او صحيح يعني الحقيقة وقت اللي نحكيه على افريقيا نحكيه على زلكاف ونحكيه على التواجد التونسي داخل العمق الافريقي البرح كنا حكينا وكنا تبعنا معناها اهم الشركات اللي هي مستثمرة في افريقيا وعندها صمعة طيبة جدا اللي هي السربات بكل صراحة وشفنا شو اللي قاعدة تعمل فيه معناها من مشاريع كبرى ووقت اللي تسحقها بلادنا تلقاها موجود اي تلقاها موجود لانه وذلك يجيه في اطار الدبلوماسية الاقتصادية واللي لازم نستثمرها بكل صراحة يعنيها وعارفين مليح وانه شركات التونسية اللي مشيت غاديكا كل تعادت بهذه الشركة الغاديكا في المقابل ما نش قاعدين نراه في تحرك ما نش قاعدين نراه في بنوك اللي قاعدة تمشي مثلا ما نش قاعدين نراه في اللي هون مأزوز حاجات اساسية للاستثمارات واللي تنجم تسهل لاستثمارات والعمل والتجارة بين تونس وافريقيا جنوب الصحراء مش قاعدين نراه فيها ذايا مؤسسات الدولة اللي لازم تمشي لغادي لازم تكون فهمة اكمبانيومون للشركات التونسية ورأس المال التونسي ونلقاه سياغ أخرى ازليكاف اللي هي ذا بكل صراحة متقت تجارة الحرة القارية الافريقية اللي تونس أحد الأعظام بتاعها اللي مهمة جدا وأكد حشاني خلال مدخلته على أنه فضاء ازليكاف ليس فقط إطار إطار تجارة الحرة لما يمثل فرصة لتسريع تحول الاقتصادي وتطوير ثلاثة القيمة بالقارة الافريقية ومحركة لتنمية المستدامة ومجابات مخاطر تغييرات المناخية كما أشار رئيس الحكومة لأن تحدي الأبرز لقارة الافريقية يكمن في توفير التربية وتعليم للطاقة الشابة التي تزخر بها حتى نتمكن المساهمة الفعالة في الدورة الاقتصادية للقارة شوف بالنسبة إلى التحول الرقمي راو وحنا نحكي وطاوها فما عديد الشركات والشابيب بتوينسا متاع اللي دي سترتابر والي خدمة في الاتي اللي قاعدين يخدموا في خدمة عظيمة جدا ووحدهم خارج الدولة في نوميريزازيون في ديجيتاليزازيون في افريقيا في المقابل ما زالت تونس هانا قاعدين نروا فيها تتعامل هاناها بسيستام اخكيك في الادارة التقليدية بتاعنا والله العظيم لو كان نفتحوا فقط الفرصة وقدام الشباب وقدام الشركات واليسترتابر هاتوا لنوميريزازيون تصير في البلاد في اقل وقت باقل تكاليف هاتنا عملوا حتى بوت كامب يعنيها نلقاوا حل خموا فكروا خارج الصندوق لانو من غير المعقول مش نقعدوا بالطرق الكلاسيكية نفكروا لتغيير منطقة ما ورأوا في الشعارات ما يجدنا حد وديما في الانيسياتيف نحن الولانين وبعد الفعل يجيبوا ربي نقعدوا هكاكا مازلنا تعريف بالأمضة وجيب مضمون ومضمون جدا نشوفه بعد تصريع الشرف معناها حاجات اللي ما تجامش تلقاها في حتى بلاد اليوم اليوم نازل نحكيه على بلدان وإدارة زيرو بابي شوف احنا بشتلع مثلا اي ورق بارا تعريف باللمضة بعد مش للقباضة مثلا مشتعم ديكلاراسيون القباضة وحدها ونفس الإدارة في المالية وحدها نفس إدارة المالية الي هي تقول لك لا ما نزمش نحاربه البلانشيمان وليسبيس وغيره وهي لازمك تمشي تخلصها القباضة تمشي تخلصها بتنزم عاكي سبيس هي تقول له هات عتيني تيب بيو خلص قولك لا ما نستعملهوش هات عتيني بيو خلص بشي شاك معناها ولا حاجة يقول لك لا طب ما هانديش أنا شوف اسبيس مش تفهموا وانو قديش عنا برشة حاجات مو لا يقضل بعادها معناها بين كلام النجم يقولوها في العلن واخنا وفي المقابل معناها هانا قاعدين شنو نراوه يقابل زيدا رئيس الحكومة في معناتها ممثل أو رئيس الحكومة للشعب الفلسطيني وقابلهم غاديكا من أجل استعادة حقوقه وأكدوا أنه عنها مرة أخرى أنه دعم الغير مشروط إلى إلى فلسطين الحبيبة وهذا ما ثم نوز للأخوة الفلسطينيين كما كانت لرئيس الحكومة محاثة مع كاتالين نوفاك رئيس التورة المجر اللي هو مثل مناسبة لإشادة بالتطور الإيجابي اللي تشهد العلاقة الثنائية بين الملدين في عديد المجالات الأسيام الاقتصادية والاستثمانية والأكاديمية عنوان به نثمن هي شنو هاي تعطينا فما بلان فما أرقام فما ديشيف ما فماش شو اللي نجمو نعم قاعدين نبيعولها في حاجات في زيت زيتونة مثلا في كذا هي شو قاعدين في المقابل عنا بعض الطلبة اللي مشاول المجر هاني شوفنا لذيك بعض الطلبة متخص مشاول المجر إكاو فا غادي لا مش هذا مش هذا اللي نجمو نغيرو به على كل نزل برشا شوانت بكل صراحة بين الكلام الفضفاض وبين الفعل لازمنا نلقاه حل معناتها الآن وهنا قبل أي وقت آخر على كل سيد علي يطلب يقول اعتنييني فاصل ثم نتعاصل ترجمة نانسي قنقر